موسيقى الآن نشرة الأخبار مع عبد الرحمن النجار طبعا توقاتكم مشاهدين الكرام في نشرة الثالثة نبدأها بأبرز العنو الديمقراطي الكردستاني يجدد رفضه تمرير برهم صالح لولاية ثانية ويؤكد قرار الاتحادية منحنا فرصة لتمرير مرشحنا للمنصب موسيقى الجيش العراقي يكثف إجراءات تحصين حدوده مع سوريا وتحرك لإنشاء جدار صد كبير ونشر طائرات مسيرة وبولمات موسيقى روسيا تبرر عملياتها العسكرية في أوكرانيا وتذكر العالم بغزو أمريكا للعراق البعيد عنها بذريعة تهديد أمنها القومي موسيقى مرحبا بكم من جديد والبداية من الشأن السياسي حيث يعتزم مجلس النواب عقد جلسة خاصة للتصويت على فتح باب الترشيح مجددا لمنصب رئيس للجمهورية وأوضحت الدائرة الإعلامية للبرلمان في جدول أعمال جلسته الثالثة من الفصل التشريع الأول للدورة النيابية الخامسة المقرر عقدها بعد غد السبت أن الجلسة ستتضمن أيضا تشكيل اللجان النيابية الدائمة وفي إطار ذلك جدد الحزب الديمقراطية الكردستاني موقف حزبه الثابت برفض التصويت على برهم صالح لولاية ثانية وأن موقفه هذا لن يتغير فيما أشار إلى عدم معارضته إجراء مباحثات مع الاتحاد الوطني على هذا الأمر عضو الحزب ماجد شنجالي أشار إلى أن قرار المحكمة الاتحادية منح فرصة لتمرير المرشح ريبر أحمد البديل عنه أشار زيباري الذي رفض ترشيحه بقرار سابق من المحكمة نفسها ولم يغير قرار المحكمة الاتحادية شيئا في أربيل فحسم الخلاف بشأن رئاسة الجمهورية ما يزال مؤجلا بعد تعليقه بقرار الأغلبية النيابية وهو ما يعطي مرشح الحزب الديمقراطي أفضلية تقربه من قصر السلام بعد ترقب الأهم قضية تتعلق بالاستحقاق الانتخابي الثاني المتعلق برئاسة الجمهورية أعطت المحكمة الاتحادية صوتها بتأييد الطعن بدستورية إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية ليعود صدى القرار في أربيل تعقيدا أكثر للمشهد الكردي فالمحكمة لم تغلغ الباب بوجه البارتي لكنها طلبت دخوله من باب برلماني أوسع من باب الرئاسة وهو باب التصويت من غير الممكن أن يكون هناك أي قرار يزر من المحكمة الاتحادية يكون في صالح إقليب كردستان وصالح الديمقراطي والتحالف الثلاثي ولكن أعتقد أنه في الأيام القليلة القادمة من خلال التواصل بين الأطراف الثلاثة سيتمحل هذه المسألة داخل مجلس النواب العراقي من خلال التصويت على فتح باب الترشيح مرة أخرى وسوف يعاد الكثير من المرشحين وتعاد يعني يعاد مراجعة ملفاتهم وفقا لهذا القرار ومعطياته وواقعه السياسي تبقى كل الاحتمالات مفتوحة بإمكانية التوافق بين رؤساء الكتل السياسية وتحالفاتها وخاصة التحالف الثلاثي الذي يضم الكتلة الصدرية والسيادة والديمقراطي الكردستاني ببقاء مرشح الأخير ريبر أحمد ضمن قائمة المتصدرين لمنصب الرئيس خاصة أنه يحظى بدعم نيابي كبير باعتقادي أن هذا التأخير سيؤثر تأثيرا مباشرا على تشكيل الحكومة باعتقادي أن هناك اختلافات كثيرة بين أعظام مجلس النواب حيث هناك كتل تختلف اختلافا كاملا مع الكتل الأخرى من خلال استخدام هذه القضايا وخاصة القضايا القانونية لتسنى لها التأخير المباشر بانتقاب الحكومة اشتدت المنافسة من جديد فالمعادلة السياسية على ما يبدو باتت واضحة المعالم فالاتفاق بين البارت واليكتي عند حدود نقطة لا عودة رغم عدم اجتيازها فهو قائم على فرضية صعبة التحقق متعلقة بالتوافق حول مرشح واحد لتكون أصوات أعضاء البرلمان فيصلا وحكما لجواز مرور أي مرشح لمنصب رئيس الجمهورية بعد تأجيل وطول انتظار لا دستورية لعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية المنتظر هكذا تقول المحكمة الاتحادية فاسحة وتاركة للمجال أمام أعضاء الفرلمان حصرا بعادة فتح باب الترشيح ثانية وليس لهيئة الرئاسة فيه مناربي البشير الحسن قناة الفلوجة ولم تغلق المحكمة الاتحادية باب الترشيح لرئاسة الجمهورية بل قررت أن مفتاح البابي هو تصويت البرلمان فضمن تحالف الغلبية بذلك الرئاسة وكسب الإطار وقتا للحوار السياسي لكنه وقت مقتطع من عمر الحكومة المقبلة مرشح من سيصل إلى قصر السلام فطريق الرئاسة يمر بمتاهات الخلافات السياسية والطعون القانونية ومحاولات كل من الحزبين الكرديين الرئيسيين كسر إرادة الآخر منذ بدء العملية السياسية بعد عام 2003 كان هناك تقراس مواضح للمناصب حزب البارتي هو من يتسلم رئاسة الإقليم وحزب الاتحاد هو من تكون له حصة رئاسة الجمهورية في هذه الفترة هناك محاولات من قذب الحزب البارتي للتمدد على حساب حزب الاتحاد وبالتالي تكون مناصب الإقليم ومناصب في الحكومة الاتحادية هي من حصته فقط هذا ولد خلافات كبيرة جدا بين الحزبين وانعكست على طبيعة العملية السياسية برمتان بلغة الأرقام سيمتد تاريخ تسمية رئيس الجمهورية إلى أكثر من شهرين بعد أن أخرجته المحكمة الاتحادية من سياقه الحالي وأعادته إلى البرلمان مرة أخرى ولكن في سياق مختلف يعتمد تصويت أعضاء البرلمان بالأغلبية على فتح باب الترشح إذن لم يتغير شيء سوى تأسيس لمنهج دستوري للقضية إن تكررت في المستقبل أما الحاضر فالقرار أتاح مزيدا من الوقت للحوارات السياسية يفترض الآن من مجلس النواب أن يكتبوا كتاب إلى المحكمة الاتحادية لغرض الاستيضاح ما هو عدد النواب الذين صوتون هل نصف زائد واحد أم أغلبية أم أغلبية مطلقة حتى مرة ثانية ما تعاد الكرة أيضا يبقى كتابنا وكتابكم وبالتالي يبقى الصراع والجدال دائر هل نذهب مع نصف زائد واحد وبالتالي حتى لا نعود مرة أخرى للمحكمة على مسار دستوري تعود قضية حسم رئاسة الجمهورية من المحكمة الاتحادية إلى البرلمان بانتظار تمديد جديد بعد أنطعن بالتمديد السابق لكن الوقت الذي تراه كتل سياسية مكسبا وفقا لمصالحها يراه الشعب خسارة وفقا للمصلحة العامة بين قاعتين يدور الخلاف السياسي بحثا عن اتجاه الخطوة المقبلة قاعة البرلمان وقاعة المحكمة الاتحادية وخلال البحث ينتظر قصل السلام سيده المقبل فيما باتت الخريطة والبوصلة بيد تحالف الأغلبية بعد قرار المحكمة الأخير من بغداد علي عبد الكريم الفلوجة الفضائية دوليا تتواصل العمليات الروسية العسكرية داخل العراضي الأوكرانية لسيما مع دخولها يومها الثامن على التوالي إذ كشفت وزارة الدفاع الروسية مقتل نحو خمسمائة جنديا روسي خلال الحرب التي شنتها على أوكرانيا حتى اللحظة واعلنت الوزارة في بيان لها تدمير أكثر من ألف وستمائة منشأة عسكرية أوكرانية وتسع وثلاثين منظومة دفاع جوي واثنين وخمسين رادارا وأكثر من ستمائة دبابة واثنتين وستين طائرة منذ انطلاق العمليات العسكرية هذا وأشار وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى عدم أحقية تحكم بلد واحد بالعالم بأسره في إشارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وقراراتها الأخيرة ضد موسكو وأشار لافروف خلال مؤتمر صحفي إلى وجود خطط لدى دول غربية تحضيرا لحرب ضد روسيا وأنها إذا اندلعت فستكون نووية بلا أدنى شك فيما ذكر العالم أن الأمريكيين غزوا العراق البعيد عنهم بحجة تهديد أمنهم القومي في الوقت الذي ينكرون فيه تدخل روسيا في أوكرانيا المجاورة لها والسعية لحماية أمنها على حد وصفه في المقابل ندد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بالخطاب الاستفزازي الروسي بشأن الأسلحة النووية وأكد بلينكين في مؤتمر صحفي أن واشنطن ستواصل دعم لأوكرانيا مقابل مواصلة فرض العقوبات على روسيا إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أخطأ بشكل خطير في الحسابات بافتراضه أن الولايات المتحدة وحلفاءها كانوا يخادعون بشأن فرض عقوبات في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا يقول بلينكين أيضاً أن التكتيكات الروسية الوحشية تشمل على أقل تقدير الاستهداف العشوائي وربما الاستهداف المتعمد للمدنيين وإن واشنطن ستواصل فرض العقوبات على روسيا مقابل استمرار الدعم لأوكرانيا محلياً كشف معاون رئيس أركان الجيش للعمليات الفريق الركن قيس المحمداوي عن إنشاء جدار صد على الحدود الغربية مع سوريا فيما أشار إلى أن المنظومات الموجودة هناك أفضل بكثير من السابق سواء كانت الإدارية أم التحصينات للمراقبة وما يتعلق بالمسيرات والبالونات والكاميرات الحرارية المحمداوي لفت إلى نية إنشاء جدار على الحدود لأن التحصينات الموجودة حالياً توفر الأمن اللازم مؤكداً أن هناك عملاً لإنشاء خط صد من الجيش حصراً على الحدود لتأمينها بما أشار إلى أن قوات الأمن من وزارتي الداخلية والدفاع موجودة بأعداد كبيرة في الحدود ويتم رفضها بمنظومات دفاعية وتحت صحراء الأنبار أكثر من مليار متر مكعب من الغاز في حقول نفطية مكتشفة وزعة على سبع مناطق تنتظر المباشرة باستثمارها لتصبح الأنبار منطقة عالمية في إنتاج الغاز وتحدث نقلة نوعية في مجال الطاقة والوقود في العراق ثروة يمكن أن تغير حسابات العالم وليس حسابات العراق فقط لكنها ما تزال تحت رمال الصحراء في الأنبار حل لمشكلة الطاقة العراقية وأزمة الغاز الدولية وهذا بطبيعة الحال إن تم استثمارها فأكثر من مليار متر مكعب من الغاز في حقول نفطية مكتشفة موزعة على سبع مناطق تم التنقيب فيها أخيرا شملت حقول عكاز والريشة والرطب ووادي أبو شامات والنخيب وجميعها في صحراء الأنبار بالنسبة للصحراء الغربية في محافظة الأنبار الكل يعرف أنها غنية يعني وأرض بكر قبل فترة بير عكاز تقريبا مساح تساوي مساحة آبار قطر وروسيا مجتمعة لحد هذه اللحظة ما استثمرنا عندنا أيضا الرمل الزجاج عندنا أيضا وزارة النفط قبل فترة طلعوا خبراء اكتشفوا أن هناك أكثر من خمس آبار في الصحراء الغربية ولحد هذه اللحظة ما تم استخدامها أو استخراجها أو الاستفادة من عده هذه الاكتشافات يمكن أن تسهم في إدراج المحافظة ضمن المحافظات المنتجة للنفط والغاز اذ تشير الدراسات إلى أن المناطق المكتشفة تحتوي على كميات من الغاز تفوق ما تم اكتشافه في حق لعكاز الغاز عشر مرات الأمر الذي يستدعي الإسراع في إدخال الشركات الرصينة والمتخصصة بالتنقيب وتأسيس البنية التحتية اللازمة لاستثمار هذه الثروة الهائلة أرى لزاما على الحكومة العراقية الموقرة المقبلة أن يكون ليس للأنبار النفط لجميع أخوة العراقيين بالشمال والجنوب والوسط أن يكون لتلك الحقول تحت الأرض وعلاوة على ما تحتويه الحقول المكتشفة من ثروات فإن توسع القطاع النفطي وقطاع الاستخراج يسهم في توفير فرص عمل لآلاف العاطلين ليس غريبا أو مفاجئا اكتشاف حقول نفطية أو غازية جديدة في بلد يعوم على النفط بل ما يثير الغرابة هو بقاء تلك الحقول بعيدة عن الخطط الحكومية لعقود دون استكشاف يحدد حجم الاحتياطات المؤكدة من الرماد إدريس يحيى قناة الفلوجة في شأن آخر وفى العراق ما عليه وتخلص من آخر القيود التي تربطه بعقوبات الفصل السابع من مثاق الأمم المتحدة لكن القلق أن تعيق قضية المفقودين والممتلكات الوطنية الكويتية أغلاق الملف رسميا أثر المخاوف من تحمل مزيد من العقوبات خروج العراق من البند السابع يضع البلاد أمام فرصة جديدة لضمان الاستقرار بعد معاناة من الضعف بسبب الوصاية الدولية أكثر من 52 مليار دولار دفعها العراق تعويضات للكويت طيلت ثلاثة عقود ليخرج من طائلة هذا البند وقيوده خرج العراق من البند السابع والتزم بجميع التزاماته وأوفى بهذه التزامات وصوت مجلس الأمن على خروج العراق لا يوجد أي التزام لدينا مع أي دولة ودفعنا أكثر من 52 مليار دولار إلى الكويت بنسبة كانت 5% من واردات النفط وأخيرا كانت 3% هذه الواردات وهذه النسبة ستخصص إلى أبناء المجتمع العراقي كان هناك قانون يلزم قانون دولي وأمومي يلزم العراق بأن يقدم هذه المقدرات وهذه الديون إلى دولة الكويت الآن نحن لدينا قانون ملزم قانون أخلاقي قانون شرعي قانون والتزام مع الشعب العراقي أن تكون هذه الأموال مخصصة لأبناء الشعب العراقي ورغم تأكيدات الخروج التام من البند السابع أثيرت مخاوف من تأثير ملف المفقودين الكويتين والممتلكات الوطنية الكويتية بما يعيق عملية الخروج فيما يؤكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة وجود تفاهم مع الكويت يجري بصورة مستمرة حول القضية وأن هذا الملف أو غيره لا يقف عائقا أمام البلد لخروجه من طائلة العقوبات أعتقد أننا نتعاون جيد مع الجارة العزيزة دولة الكويت في مجال متابعة ما يخص رفات المفقودين والمتلكات الأميرية سطعنا من وصول إلى كثير من المقابر التي تم كشفها وتم استخراج الهياك العظمية وأعتقد تعاوننا كبير جدا ولدينا كوزارة الدفاع حقيقة في مديرات حقوق الإنسان التابعة للدارة القانونية تنسيق آلي مع الجهة الأمم المتحدة وأيضا الجانب الكويت حقبة العقوبات انتهت فعليا وأنهل عراق التزاماته تجاه اللجنة الدولية المعنية وبانتظار إنهاء اللجنة أعمالها يبقى العراق فقط بانتظار قرار رسمي من مجلس الأمن الدولي لإغلاق قضية أناس يوسف قناة الفلوجة بغداد أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أن سبب توجه العراقين إلى دول الجوار من أجل العلاج هو استشراء الفساد وإصرار البعض على عدم النهوض بالدولة ومؤسساتها وقطاعاتها وعلى رأسها القطاعان الأمني والصحية الكاظمي وخلال افتتاح مستشفى الحسين العسكري وسط بغداد لفت إلى أن المستشفى سوف يكون صرحا وميدانا وساحة وفاء من الدولة لتضحيات الأبطال موضحا أن من حق العراقي أن يتمتع بخدمات صحية واستشفائية عالية المواصفات في بلده فيما شدد على ضرورة محاسبة الفاسدين هذا ووجه الكاظمي الجهات الحكومية بتلبية احتياجات محافظة المثنى وتقديم التسهيلات الضرورية لتجاوز أي عقبات في إنجاز المشاريع التي تنتظرها المحافظة وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيام أن الكاظم استقبل محافظة المثنى وعددا من أعضاء مجلس النواب عن المحافظة مبينا أنه استمع إلى عرض شامل على أوضاع المحافظة من الناحيتين الإدارية والخدمية وسير عمل الدوائر المعنية بتقديم الخدمات واحتياجات المواطنين خسارتهم المادية تعني ضياع مستقبلهم فسوق الفقراء الذي يتاجر فيه البسطاء برأس مال بعضه دينا تحول إلى رماد الحريق في سوق مرادي واحد من سلسلة الحرائق التي تلتهم الأسواق ومؤسسات الدولة بين حين وآخر دون حوله هكذا هو المشهد الذي آلت إليه بعض المحل التجارية في سوق مرادي بعد ليلة مستعرة التهمت فيها ألسنة الله بضائعهم فهذا الشخص ما زال يمن النفس بوجود شيء لم تطله النار وآخرون يرفعون ما خلفه الحريق والخسائر المادية كبيرة محلات يعني شيء يبيع كهرباء شيء يبيع بالة شيء يبيع ملابس شيء يبيع ملابس ثاني خساره هواي كل شوية يعني أطفائية يعني قطعين ساعة يلا يجت والله الطالب هي والله بتعويض يعني الرئيس الوزراء الجدد القديمين أي واحد منهم يعني شباب وكل هدين أما عن أسباب الحريق فالروايات متضاربة ما بينما نسب إلى تماس كهربائي وهي الرواية الرسمية وبين رأي آخر يعتقد أن الحريق مفتعل وهو ما ذهب إليه بعض أصحاب المحال التجاري هناك السبب سبب الدولة وهو بطالة عطالة شون يزحفون دولة مثل كذا حزب كذا فأه كذا مبلغ كذا حريق وغالبا ما يلقي الدفاع المدني باللائمة في الحرائق على أصحاب المحال والبنايات التجارية بسبب استخدام مواد بناء سريعة الاشتعال وغير مسموح بها علاوة عن الفوضى في مد أسلاك الكهرباء وعدم مراعاة شروط السلامة مشكلة الحرائق التي تسجل في الأسواق ودوائر الدولة بين فترة وأخرى لا تزال بلا حلول فالعراق يسجل أرقاما قياسية سنويا للحرائق وخسائرها والمتهم دوما التماس الكهربائي حتى لو كان بريئا منها لقناة الفلوجة سيف علي بغداد بمكتبتها الأغنى بالبحوث العلمية في العراق تحتل جامعة ديالا مراكز متقدمة بين الجامعات العراقية الأخرى كما تخرج آلاف الشباب سنويا بمختلف التخصصات لكن المشكلة تكمن بعد التخرج عندما يواجهون مشكلة البطالة خلال بحثهم عن فرص عمل بتخصصاتهم تلك من كلية تابعة للمستنصرية إلى جامعة تحتل المراتب الأولى على مستوى العراق جامعة ديالا أسست عام 1999 لتضم 14 كلية بكافة التخصصات وتحتل مراتب متقدمة على مستوى العالم بعد التطور العمراني والبحوث المشاركة بها على مستوى الجامعات في بدايتها هي عبارة عن كلية التربية وكلية التربية الأساسية كانت الكليات تابعة للجامعة المستنصرية وكانت هي النواة لتأسيس جامعتنا العريقة التي حضراتكم اليوم تزوروها فيما بعد في العام الدراسي أعتقد 1999 الجامعة عزلت أو انفصلت عن الجامعة الأم وأصبحت جامعة باسم جامعة ديالا لوحدة إداريا تمتاز جامعة ديالا بأكبر مكتبة مركزية في عدد البحوث والكتب على مستوى العراق حيث يتجاوز عدد المصادر 30 ألفا بالإضافة إلى الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المكتبة للطلبة منذ دخول جائحة كورونا ولغاية الآن من خلال هذه النافذة أو هذه البوابة استطاعت المكتبة تقدم العديد من خدمات المعلومات إلى الطلبة والباحثين في ظل جائحة كورونا على سبيل المثال تاحت كل فهارس الرسال والطاريح الجامعة على موقع الويب حتى الطالب يقدر يتعرف عليها تاحت خدمات اللي حاطة جارية اللي هي إعلام المستفيدين والباحثين بأهم مصادر المعلومات اللي موجودة بالمكتب آلاف الطلبة يتخرجون من هذه الجامعة كل عام وبكافة التخصصات لأن الخريجين على الأغلب لا يتوجهون إلى العمل بتخصصاتهم في القطاعين العام والخاص قبل المرور بمرحلة الانضمام لجموع المتضاغرين والمعتصمين المطالبين بالتعيين مرحلة رابعة وتعبت هوايا وراح أتخرج أريد فرصة التعيين يعني مو الروح الظاهر يعني فرصة التعيين نطالب من الحكومة يعني تعيين رسمت خارطتها العلمية بتحدي وإصرار لتحتل مراتب متقدمة على مستوى العراق وتكون بوابة لآلاف الطلبة كل عام من داخل جامعة ديالة عمر العبيدي قناة الفلوجة جاءت عائلته من كردستان إلى الفلوجة قبل أكثر من أربعين عاما سامي مواطن كردي يعيش في مدينة الفلوجة ويعدها مدينته الأمة ليس هو فحسب بل هناك حي قديم من الفلوجة يسمى حي الأكراد نسبة لكثرة العائلات الكردية التي سكنت المدينة يعيش في مدينة الفلوجة منذ أربعين عاما ولم يستطع مغادرتها بسبب حبه الكبير لهذه المدينة سامي مواطن كردي من كردستان قصته تؤكد على الأخوة بين أطياف الشعب العراقي خاصة أنه يعتبر الفلوجة مدينته الأم يخرج سامي منذ الصباح ليزاول مهنته التي عمل بها منذ عام 2005 تعامل أهالي الفلوجة معه كواحد من أبنائهم كما أنه أحب عمله الذي يعتبر مصدر رزقه الوحيد ومن عاداته أن يستقبل زبائنه بكلماته الكردية اللطيفة رزقه ورزقه عائلتي إن شاء الله هذا محال والفلوجة نقادمين ويوم نحن لا يوجد أي تفرقة لا يقول هذا غريب ولا هذا غريب كل الطائفة موجودة في الفلوجة الحمد لله وشكر أمنوا أمان كاكا سامي كان أولاد تفلوجة والده كان هنا ترع رعا في من تفلوجة نحن هنا لدينا حي اسم حي الكرد هذا الحي كل سكنة أكراد من دول عادتهم من دول عادتهم من دول عادتهم ويوجد هنا تفلوجة كاكا سامي أحد أبناء هذه المدينة اللي ولد في هذه المدينة ويعتبر واحد من هذه المدينة رغم أنه قومية الكردية لكنه هو أحد أبناء هذه المدينة ما تسمعه عن الفلوجة من كرم وضياثة يعتبر من التقاليد العشائرية التي تربى عليها أبناؤها وعلى الرغم من الأزمات التي مرت بها المدينة فما زال أهلها يتحلون بأطباعهم الكريمة من الأنبار أحمد ناجي قناة الفلوجة في نينو عاد عدد كبير من النازحين إلى مناطق سكنهم في قضاء الحذر بنسبة تقترب من 70% من عدد السكان الكلي وطالبت الحكومة المحلية للقضاء الجهات المعنية بتسهيل معاملات التعويضات لسكان الحذر وذلك دعما لإعادة إعمار منازلهم داعيا عن منظمات الدولية إلى تكثيف الجهود لدعم السكان نظرا لظروفهم المعيشية الصعبة نسبة العودة في قضاء الحذر نقدر نقول 70% أنه أكناس في قضاء الحذر أو أكثر هذه النسبة يعني هسا منتج القضاء الحذر تبحث لك عن مكان أو بيت ما تلقي بيت فارغ تعويضات قضاء الحذر خلنا نقول قضاء كان مهجر بالكامل وعائد بالكامل من خلالكم نوجه شكرنا وتقديرنا للمنظمات الدولية عملت لدينا منظمات ولكن ندعو أيضا إلى مضاعفة الجهود في دعم أهالي قضاء الحذر وندعو دائرة التعويضات بالاهتمام بالمدن والأقضية والنواحي التي دمرت ندعوهم إلى تسهيل الإجراءات الخاصة بالتعويضات شو فالله إحنا رايدين التعويضات بس تعال التعويضات مع عملات معقدة يعني يكون ناس صار هزنين ولحد الآن كل شيء مالك مشينا مع عمل التعويضات لحد الآن اليوم صار سنة ونص ما استلمنا أي مبلغ عندنا شهداء وعندنا معاملات مال شهداء لحد الآن ما صرفوه التعويضات لدينا الراجع للموصل يقولون عد دفع على شهر الثالث وشهر الواحد يدفعونا عد ثاني والثاني يدفعنا عد ثالث لحد الآن ما مستلمين ربع دينار مشاهدين النشر انتهت إليكم أبرز ما جاء فيها الديمقراطي الكردستاني يجدد رفضه تمرير برهم صالح لولاية ثاني ويؤكد قرار الاتحادية منحنا فرصة لتمرير مرشحنا للمنصب الجيش العراقي كثف إجراءات تحصين حدوده مع سوريا وتحرك لإنشاء جدار صد كبير ونشر طائرات مسيرة وبالونات روسيا تبرر عملياتها العسكرية في أوكرانيا وتذكر العالم بغزو أميركا للعراق البعيد عنها بذريعة تهديد أمنها القومية مشاهدين الناشرة انتهت للمزيد من الأخبار والمعلومات يمكنكم زيارتنا على مواقع الفلوجة الخاصة بنا شكرا لكم